ما زالت طاولة اللجنة المالية تستقبل موازنات الوزارات والوحدات الحكومية لمناقشتها والخروج بتوصيات تخدم الوزارات بداية مع ورقة وزارة الإدارة المحلية التي أكد وزيرها على تطوير العمل الإداري الذي كان فيه خلل في السنوات السابقة تراكم هذه البلديات ضعف الرقابة سواء بالبلديات أو بالوزارة الرقابة البركزية بالوزارة كانت سيئة للغاية الأماني الآن بدأنا نركز على هذا الموضوع بالذات وإذا تتذكروا سيدنا مبارحة وأول مبارحة في لقائله ركز على موضوع نجاح الوضع الاقتصادي إذا لم يكن هناك إصلاح إداري ما بنجح الاقتصاد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع أبرز مهام المجلس وأعماله وخطته للسنة القادمة مؤكدا أن المجلس يعتبر إطارا وطنيا للحوار حول مختلف القضايا الوطنية المجلس هدفه الرئيسي هو تقديم الاستشارة للحكومة للسلطة التنفيذية بخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية يعني كافة القضايا المختلفة من جهته أكد أمين عمان أن ديون الأمانة على المواطنين بلغت رقما كبيرا وأن الأمانة تتجه إلى العمل على منهجيات وآليات جديدة تخدم الأمانة منهجية ترشيد الإنفاق ضبط النفقات وترشيدها بحيث نتوجه بصورة واضحة ومباشرة وأولويات ونستغنى عن كثير نتخلى عن كثير من النفقات غير الضرورية في أمان التعمل أيضا عملنا على تحسين آليات التحصيل آليات التحصيل كانت تتم من خلال الدوار المالية المختلفة بالمناطق والماليات تبعنا منهجية الوصول إلى المنازل وعبر أعضاء اللجنة عن الدعم الكامل للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في نقاش موازنة الداخلية ومديريتها حيث وضح الوزير بعض النقاط حول موضوع التجنيد في جهاز الأمن العام التجنيد في الأمن العام أنا أعتقد ما لازم يكون هو حل لموضوع البطاني بشكل أساسي أنت ما بتقدر تظل لك تزيد بالأمن العام مشان تحل مشكلة البطاني بالنتيجة النهائية هذا بنعكس على الأداء الناس بهمها جهاز أمني رشيق يقوم بواجباته أكثر ما جهازهم لك ديش تستوى الموضوع تستوى خمسة ألاف عندك أربعمائة ألف مقدمين لديوان خدمة مدنية لجنة المالية خلال اجتماعها مناقشة موازنة ديوان المحاسبة التي أشادت بالدور الرقاب الذي يبذله الديوان على الوزارات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الحكومة ديوان المحاسبة ثقة مجلس النواب فيه يعني على مستوى عالي جدا لأنه نعرف أنه هو ذراع الرقاب لمجلس النواب وأي تجاوزات مالية أو إدارية أو شو ما كان هناك تعاون ما بين الديوان المحاسبة والرقابة المالية واختتمت لجنة مناقشاتها لليوم مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حيث أبدت ملاحظاتها على بعض أوجه الإنفاق المتعلقة بالوزارة داعية إلى ترشيقها وترشيد الإنفاق فيها